اشتركوا في القناة في مسلسل جزيرة غمان زيك يا منذر الحمد لله احكينا على كواليسك بقى في المسلسل وعلى دورك الدوري كان جميل الله كنت بتعمل ايه بقى كنت كواليس اه الكواليس كنت انا بلقى الكورة هنا وصابي في الكواليس فلقيت بعد حد الواب جاي يعد علي كنت بيقول الكورة حرام ما تلعبش الكورة لنظر مع بعض طب ازاي ذكرت دورك يا منذر والكلام بتاعك الحوار اه استاذة عبدالنبي الهواري كنت بيجي القوضة بتاعتي يحفظني انا كنت وقفز البيت هو بيجي يقولي اتعالى رجعك يا منذر ونرجع مع بعض وبعدين لما خلص سرع الكورة طب منذر حبيبي انت اصلا بيبي خالص انت عندك سبع سنين صح؟ انت لسه قيل لي سبع سنين يعني انت لحي تتمثل امتا بقى يعني حكي لي بقى حدوطة التمثيل معاك دي بدأت ازاي؟ وانا عندي من ساعتك وانا عندي ثلاث سنين يا خبر ثلاث سنين وانت تتمثل؟ اول حاجة عملتها خالص كات ايه؟ أول حاجة البرنس وانا عن محمد رمضان طب احكي لي بقى انت اشتغلت مع ناس كبيرة قوي على فكرة وقامدة قوي يعني انت اشتغلت مع محمد رمضان فتحي عبدالوهاب احمد امين احكي لي بقى يعني وما يعز الدين احكي لي بقى الناس دي اما قبلتها اتعملت معاها ازاي يعني شوف الصورة بتاعت محمد رمضان انت مع محمد رمضان دلوقتي في الصورة دي ده كان امتى؟ لكن ساعدها في الساحل دي في الساحل في حفلة بتاعته اه اه طب احكي لنا بقى يعني شخصيته عاملة ازاي طيب اه طيب كان يهزر معاك مثلا تهزره مع بعض اه بنهزر مع بعض واخدش لكر ونسلم عليه كده اوكي منذر منذر قولينا بقى الجملة المشهورة بتاعتك انا سمير انا انا سمير انا احسن واحد في الدين انا احسن واحد في الدين انا انا احسن واحد في الدين طب دي اللهجة السعيدي يا منذر اه طب قولي بقى يا منذر اللهجة السعيدي صعبة جدا ازاي بقى كنت بتزاكر باللهجة السعيدي اوه لا صعبة ولا اي حاجة يا روح يا نوح ايه الحلاوة دي اه طب ايه كنت بتاخد وقت قد ايه بقى عشان تحفظ يعني دايما الممثل الشاطر بيحفظ بسرعة ولكن انا باخد كم دقيقة خمسة خمس دقايق بس اوه او ساعة يعني ساعة بالكتير تكون حفظ دورك كون لو مشهدين ساعة لو مشهدين ساعة لو مشهد اوه ايه دا ولو مشهد خمس دقايق اوه يا خبر طب في جزيرة غمام بقى ايه اكتر مشهد كان صعبة عليكم انت بتحفظه طي انت رغيف وانا رغيف ده واجالي كده فجر ده بقى عشان جالك بقى ما كانش في الورق اوه اوه كانش في الورق عصة ما كانتش في الدماغ اصلا بقى اه ارتجلتو طيب قولي يا منزر انت كنت بتروح المدرسة اسنق التصوير ولا كنت بتغيب لا باقي بيوم وروح يوم كده بس باروح يومين بقى روح التصوير اللياني سخنة بقى تعب بقى روح التصوير اللياني سخنة اول ما رجعه للمدرسة اه راجل بي تعب في التصوير اه طبعا طبعا كنت بتوعد في التصوير بقى كم ساعة يا منزر كم ساعة يا لحو يا لحو يا خبر ده عشرين ساعة ده كتير قوي صحيح ده اكتر من من ناية طب انت هنا في دور سمير ولا فان في السورة دي لا ده موسى ده ده في موسى طيب انت بقى كنت ايه كنت في المسلسل في جزيرة غمام ابن الشيخ محارب الفنان فتحي عبدالوهاب كنت بقى كان بيساعدك ازاي في الكواليس بقى المشاهد بتاعتك معي كنت بتساعدوا بعض ازاي انت مع الفنان فتحي عبدالوهاب اه لما جانس الجملة في الزباعة وانت بقى انس الجملة وقلت له يا ايه الجملة اللي انا اقولك ليه التانية قال لي جيه الجملة فعمالين يساعد بعض اه بتحبي مين من الفنانين يا منزر نفسك تبقى زيه لما تجبر احمد قبين ها ومحميز رمضان ها واسم ده آآ تامر حسني وتامر حسني طب انت بتعرف تغني؟ لا ما سلت في فيلم افلام تامر حسني قبل كده؟ لا طب قبلته ولا ما قبلتهش ولا مرة؟ لا ولا مرة ولا مرة طب حافظه اغنية؟ بتسمعه الاغنية؟ لا 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 انا سمعه وكلا سمعه كده وخلاص طيب خلينا بقى نتكلم عن الكواليس بتاعتك مع الشيخ عرفاط عشان ده تقريباً الفنان أحمد أمين ده أكتر حد انت تتعاملت معي طبعاً في المسلسل هو اللي بيديك الدروس وهو عامل زي محمد رمضان كده طيب وجميل طيب يا منزر كان فيه مشهد بقى في المسلسل المدرس بيقولك انت مين وانت بتقوله أنا سمير يلا مسل هلنا أنا مش جعش أنا سمير أنا أصلا وعد في الدين الله الله رائع عملتوا ازاي بقى المشهد ده زاكرتوا ازاي أنا زاكرتوا يعني ده خمس ده يعني ما خدش منك وقت كتير لأنك شاطر جداً طبعاً طيب قولي يا منزر انت شاركت فيه كليب مصباح علاء الدين مع محمد رمضان كليب مصباح علاء الدين ده غنيلنا غنوة بقى غنيت مصباح علاء الدين يلا ليلي يا ليلي يا ليلي ليلي يا ليل ليلي يا ليلي يا ليل ليلي يا ليل من الصغري كنتي بشايف وأنا برميس النجوم والعمري كنتي خايف كله ما أعلى أم وحقنتي بالبطورة وغالي كاسوب يا أولا وعدك المصدفورة وتحقق فيهم ما كانش لي يا وسطه ولا عطيش فيها نصر العكس على المتاحل كالرؤية مش كابوس والناس الطيبين وقفين مستجدعين هم وضع 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 وممز وحالة الدين الله برافو وأنا عجبني قوي الغنى ده احكيلي طيب أنت عندك أخوات ايه بقى عندي أخ واحد أخ واحد أكبر منك والأصغر منك لا أصغر أصغر خمس سنين كده وعايز يمثل زيك ولا مش حابب لا بيقول أنا ما ليش في التمثيل هو من نفسه عارف سكته يعني مش فنان زيك هو بيقول إيه أنا أروح أعمل كاستنج لكن أروح تسويلا أروح عندي تايتها آه يعني همش عايز يمثل أجي إيه بالتمثيل طب في المدرسة بقى يا منزر لما روحت المدرسة بعد المثلسل ولقيت أصحابك كلهم شافوك حسيت بيه بقى أصغر مرح أجا يقولي يقولي ده انت طلعت وكزرت غمار متخدني معاك خلوه أخدكم معايا فك آه أنت رجل بقى ولوما ما اسكم ده رمعي أعكم واحد في التصوير وأشمل فيه مكان أصدر ما كانش فيه كان زحمة كارفان كده طب انت بتحب الغنى أكتر ولا التمثيل؟ التمثيل أكتر آآ انتوا طبعاً كنتوا أطفال المجموعة الأطفال كلها بتوع جزيرة غمام حطينكوا في كارفان واحد صح؟ آآ كنتوا عودوا تلعبوا مع بعض بقى إزاي؟ بقى تسلوا وقتوكو انتوا عندوكوا بقى عشرين ساعة تصويت؟ نسلوا وقتنا وصيوا إزاي؟ إزاي؟ وانت تسلنا ده؟ من أولها كده عايز يراوق دماغه بيقوتي آآ باعز تراوق دماغه طب بتحب أكتر النسكافي ولا الشاي؟ بتحب إيا أكتر؟ نسكافي بتحب نسكافي ها؟ بتحبتش رابه باللبن ولا غير لبن؟ بلبن باللبن الفنينة بقى ما هي عز الدين والصورة اللي انت فيها دلوقتي ذكريتك إيه بقى يعني ده كان إمتى بقى و بتتكلم و بتتعامل معها إزاي؟ حكي لنا عنها شوية تقبل معلا إلا هو كويس يعني شد العيئة يعني إياه أعملها شخصية إنت بتحب شخصية العيئة طيب يا منظر؟ لا ما بتحب الشخصية العيئة؟ آآ ليه بقى حصتها شريرة؟ آآ بس هي كانت شريرة وبقت كويسها أقويسها العيئة يعني أنت حبتتم بقت كويسة أو لأنت مش حبيبها أصلا خالص؟ أنا حبيبها بحبها بتحبها؟ طب إيه جديد بقى اللي بتحضره دلوقتي؟ إيه جديد يعني؟ يعني هتشارك في مسلسلات؟ في حد تتكلمك عشان دور جديد؟ أحمد موسى قال لي لما تخلص المسلسل كلمني معلاش لا هجب لي المسلسل والله يجب لي إيه؟ أحمد موسى كاستينج ديريكتر آه أوكي هو قالك أنت ما تخلص جديد غمام تتكلمه وأنت كلمته قردي ولا لسه؟ معلاش يعني طب أنت بقى لما شفت المسلسل يا منزر ولقيت نفسك في التلفزيون وشفت نفسك وإنت بتمثل وعمل دور حلو قول لي بقى ماما قالت لك إيه؟ وبابا وجده وتيتا كل الناس دي هقلوا لك إيه؟ عمليني قالولي والله يشاطر والله بيعرف يمثل ياه طب ماما وبابا بيشتغلوا في الفن برضو؟ دا آه ماما بتقول لهم أنا أخوزة مسل مامتك عايزة تمثل؟ آه لشان أنا بمثل أحدا آه يعني أنت فتحت نفس ساعة التمثيل آه يبقى عوجة تمثل زي طب حل طب وماما هتمثل فعلا؟ لا وماما مالي قال لأ لأ آه يعني لحد دلوقتي بقدابة إحنا كنا عايزين ناخد بس خبر كده يعني إيه مخصوص عشاننا في البرنامج عشان لو ماما هتمثل نبقى إحنا أول ناس عرفنا منك بقى صح؟ آه منذر انت نورتنا وانت يعني فنان وموهوب والناس كلها بتحبك شب ودورك كان حلو جدا 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 في جزيرة غمام في رمضان وكنا كلنا ما بنشوفك بنقول إيه دا؟ مين الولد الجميل دا؟ انت عملت دورك حلو قوي على فكرة؟ سمير آه سمير دا انت كنت شاطر قوي قوي في دور سمير انت نورتنا يا منذر وانت فنان جميل وان شاء الله يجي لك أدوار كتيرة بعد دور سمير ونشوفك نجم كبير زي محمد رمضان بنشكرك احنا كده وصلنا لهاية حلقتنا من صباح الورد وضفنا يعني ختموها مسك وكانت زي ما شفتوا كده ملاك صغير جميل وهو كان لقاين بدور سمير ابن الشيخ محارب منذر مهران ونورتنا يا منذر وإحنا بقى هنستنى كل دور جديد تيجي بقى تجلنا هنا في صباح الورد حكي لنا عنه أوكي؟ ماشي؟ صباحك صباح الورد صباح الورد عليك يا نيهان صباح الورد عليك يا مان شاهدينا حلقتنا خلصت يومنا لسه بيبتدي صباحكم زي الفورد